اعرب سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة وعاهل البلاد المفدى حافظه الله ورعاه بما جاء في الخطاب الملكي السامي من مضامين بمناسبة تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب واشاد سموه بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله واهتمام ومتابعة جلالته بدور ومشاركة مملكة البحرين مع المجتمع الدولي بالاهتمام من المتغيرات المناخية المتسارعة وتوجهات جلالته للتخفيف من أثارها على البيئة والاستمرار في التطوير لمواجهة هذه الظاهرة لتطوير الوضع البيئي والمناخي في المملكة وتكثيف المشاريع المحسنة للظروف المناخية وتبريد الأجواء كالواجهات والمسطحات المائية وتكثيف المساحات الزراعية مشيدا سموه إلى أن هذا التوجه الملكي السامي إنما هو تأكيد على الدعم والاهتمام والرؤية الاستراتيجية الثقبة من لد جلالته بشأن البيئي والوصول به إلى أفضل المستويات وقال سموه رئيس المجلس الأعلى إن فوز مملكة البحرين بكرسي نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة وكذلك فوز المملكة بتمثيل الدول الجزرية النامية في البرنامج الخاص للمواد الكيميائية والمخلفات دليل على ثقة دول العالم بدور مملكة البحرين والإنجازات البيئية التي قامت بها منوها سموه إلى أن هذه الإنجازات تأتي في ظل الرعاية التي يوليها جلالته خلال المسيرة المباركة لعهد جلالته الزاهر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأوضح سموه أن مملكة البحرين أصدرت سياسات وتشريعات تنظم حماية البيئة وتحافظ على مواردها وأن مملكة البحرين تلتزم بكل المعاهدات والبرامج البيئية الإقليمية والدولية التي وقعت عليها والمشاركة في مواجهة التحديات التي تواجه العالم فيما يتعلق بالمتغيرات المناخية وقال سموه الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة أن مملكة البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة استطاعت من تحويل التحديات المختلفة التي واجهت العمل البيئي إلى الوصول إلى أفضل النتائج والإنجازات وتحقيق إشادات متميزة دولية من منظمات أممية ودولية ومدنية مختلفة في العمل البيئي بما تحقق للمملكة من مستوى متطور في العمل البيئي واستطعنا أن نقدم تجاربنا ومساهماتنا إلى دول عدة بالإضافة إلى طرح المبادرات النوعية في تطوير الوضع البيئي والمناخي في المملكة واستحداث مشاريع بيئية محسنة للظروف المناخية مشيرا سموه إلى أنه تم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها مملكة البحرين وتحقيق فرص للاستثمار البيئي والتي تأتي ضمن المنجزات التنموية الاقتصادية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة مواصلة وتحقيق أفضل الإنجازات البيئية على كافة الصعود محليا وإقليميا ودوليا مدركين جميعا عظم المسؤولية الملقاة على عاتق ناتجها حماية مملكة البحرين بيئيا والاسترشاد بتوجيهات جلالتكم السديدة والانطلاق إلى آفاق أكثر من العمل البيئي وتحقيق المزيد من العطاء في ظل المسيرة التنموية الشاملة داعيا سموه الله أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويديم على جلالته صحة وطول العمر لتحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر